في سياق المغاير لا تزال سكنات المهددة بالسقوط بالمشرية بولاية النعامة أو كما يسميها البعض بسكنات المهجورة على حالها بالرغم من تأكيد استحالة إعادة أو إعادة الروح إليها حيث ينشد سكان مدينة المشرية بولاية النعامة السلطات بضرورة هدم هذه العمارات وتشهيد هياكل جديدة تخدم صالح العام بدل بقائها على هذا الحال وهو ما يجعلها تشكل خطرا على أبنائهم وتشويه المنظر العام وكذا تعتبر مقصدا للغرباء السيد عليم طماطي رصدت عليه ورامي نشوفها معظم أطفال يدخلوا الداخل وما نعرفون شيء عينانه وعينانه وكطرتها هذه الدراسة راهها مخصة أثناء الدراسة عندنا الدراسة تلقى هنا ما شقاش نحكي لك تلقى البنات هنا هنالأولاد هنا كماندية هي ميزان درانديفو هاا يتخببوا مننا يتخببوا صوتو معهد الدراسة ومعهد وهذه خاطر خاطر كبير الأبنائنا السكنت هذه لها مهجورة نحن نفوت منها على الطريق هذي سكانت مهجورة وهذه هي عرضة للإهمال وفيها الكهرباء وهذه مهجورة يعني تكون قاعة محل لا أمينة نتمنى إن شاء الله سلطة تلتفت لها يرازوها يديروها منتازة ويستغلوا هذه الأراضي هذه الأرض هذه المهمولة